أنا من جيل كان بيستطول الأغاني الطويلة وصلنا العصر نعتبره زهبي لما ظهرت الفرق الفرق دي كانت حالة فنية جميلة جداً يعني الحقيقة فترة بقى الزهبية بتاعت الفرق يعني كانت فرقة المصريين أول واحدة ودي أنا حضرت أولادتها لأنها كانت أختي إيمان هي البطلة بتاعت الفرقة فشي السميورة تنتي نهفش تكل على الله نعم فإذا أنت استضفت أختك في برنامج أنت عايزة تلهط البرنامج قلت له أعرف أهواج بس النص الحلو والنص التاني ما عفوش ماذا بصير تيتم هم الطلبات تبت دي بقى ما تحسبوش يا بنات النجاج راح أنا بعمل الحاجة كلها والبيبي في إيدي شفقوا هم الأربعة بيباوزولي الحاجة ما يحسبوش يا بنا إن الجواز راح يمسعوش يا بنا إنهم بصراح إن الجواز عمره أمره ما كأتراحة ماذا يا سعدة أنت فكرتيني بحاجات فظيعة جميلة جداً أول حاجة أعملها في حياتي طقت في نفوخك تعمل الفرقان من وراء بعبا أنا أكدت إن أنا وشي يطير يعني بتقطوع زينا في محطة مصر في أول ما شفونا الناس كأنهم كانوا مستنيان يا هو دول هتكلمهم يهجموا عليهم دل الدفضع البشرية دفضع عايزة أقول لك حاجة بقى فيه شباب صغيرة وتجمع مخصوص علشان يعمل لك دلوقتي يغني لك فيه أغاني الفرقان جميلة أعطى هم Jae عليك إِلَيَيَ يَوَدَيَ يَوَدَيَ وَانَI صاحبة السعادة الثلاثة الساعى الحديد عشر مثلاً على CBC اشتركوا في القناة